تأجيل امتلاق معسكر منتخب مصر استعداداً لأمم إفريقيا إن شاء الله لواحد يناير قرر كارلس كيروش تأجيل المعسكر كيروش عن سبب استبعاد طارق حامد من المنتخب لكل الحقيقة أتكلم عن موضوع استبعاد طارق حامد ولكن كيروش بيقول إن أسلوبه لا يناسب طريقة لعبي ماشي فاركو يطالب رسمياً بإعادة مباراة المصري والتحقيق في تصريحات رئيس لجنة الحكام هو ده اللي أنا كنت أتكلم عليه هو ده اللي أنا كنت أتكلم عليه يا كابتن أعصام يا كابتن أعصام من فضلك حديث البنة مع حكم الفار يكشف خطأ يستوجب إعادة مباراة المصري وفاركو ده بناء على تسجيل الصوتي الحقيقة في غرفة الفارما في مباراة الفاركو ومصري والمصري بمسابقة الدولة الممتازة نقوع خطأ فادح لتقم التحكيم بقارة محمود البنة يستوجب إعادة المباراة أنا ده انفراد لليوم السابع بالمناسبة كان موجود وقلته لحضراتك وهو ولكن أنا اعتراضي كله أوكي عندي مشكلة يا كابتن أعصام تطلع تقول يا جماعة أنا عندي أخطاء وأنا هزبط الموضوع أو ما تتكلمش خالص أو ما تردش خالص ولكن أن حضرتك تطلع تدافع عن الخطأ اللي واضح لمصر كلها أنه هو خطأ حضرتك بتدافع عنه وهي دي المشكلة بالنسبة لكابتن أعصام ترجمة نانسي قنقر